صديقي مشاهد الاقتصاد والناس طبعا أولا أهلا بحضرتك في حلقة جديدة من البرنامج ثانيا الحقيقة نهاردة بنكلم عن محصول يعني يمكن نعرف أن مصر من أهم الدول اللي بتقوم بزراعة نوع من أنواع هذا المحصول القطن طبعا معروف ومصر معروفة بالقطن طويل التيلة إنما الحقيقة محصول القطن نفسه كمحصول من أهم المحاصيل لاقتصاد العالم كله لأنه الحقيقة يعني الإحصاءات بتقول أنه يعني هو دخل رئيسي لعدد مهول جدا من الأسر تقريبا 28 مليون مزارع حول العالم بيعيشوا حول محصول القطن وزراعة القطن وتطويره لذلك الأمم المتحدة قررت أن يوم 7 أكتوبر هيكون اليوم العالمي للقطن وإحنا بنتكلم على 28 مليون مزارع فقط دي البداية إنما في حوالي 100 مليون أسرة بتعمل في مجال القطن حول العالم فأصبح من أهم المحاصيل فحول محصول القطن في مصر وتطوره في الفترة الأخيرة حيدور حوارنا النهاردة صديقي المشاهد تماما رجعنا لكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين شوفنا مع بعض تقرير حلقتنا النهاردة ويعني الحقيقة النهاردة منورنا ومشرفنا كعته في ستوديو الاقتصاد والناس أستاذنا الأستاذ الدكتور مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات أزرعية بمعهد بحوث القطن أهلا بحاك يا دكتور أهلا وسهلا زي الساحة منورنا يا فنديو الله يخليك أن تقول له منورين وكل سنة طيبين ومناسبة عيد اكتوبر وعيد القطن بقى بالمناسبة وإيه حكاية صحيح نبتدي من الموضوع اللي كنت بأتكلم فيه في البداية قبل ما نخش في مصر ومنظومة القطن في مصر هل فعلا القطن واضح من وجهة نظر الأمة المتحدة أنه أحد المحاصيل الاستراتيجية في العالم كله نعم هل فعلا يستحق أنه يكون ليه يوم عالمي للقطن اللي هو سبعة أكتوبر وليه سبعة أكتوبر بالذات يا هو تحديدا انتفقوا في الأمم المتحدة فعلا والدول الأستوائية أن يوم سبعة أكتوبر دوت هو دايما اليوم الاحتفال العالمي به ليه بقى؟ لأنهما كانوا في اللجنة للشتريات الدولية اللي هي الخاصة المعنية بالقطن ومكر رواشتون اختاروا اليوم دوت على أساس أنه هم ده اللي بيتعمل فيه شهر أكتوبر بيتعمل فيه الاجتماعات كل أربع سنين بالنسبة على مستوى العالم اللجنة الاستشارية الدولية بتعمل هذا المؤتمر فبيتوافق دايما مع اليوم اللي هو سبعة شهر أكتوبر اليوم دوت بيجتمع فيه العلماء من جميع نحية العالم اللي هم معنيين بالموضوع القطن دوت وبيعملوا له زي عيد من الأدراس السنة زي عيد الألوح كده زمان آه بالضبط وبيبقى فيه احتفالية لها شكل خاص جدا آآ بيشارك فيه من مصر طبعا الجهات المعنية تمام اللي هي خاصة بالموضوع دوت يعني اتحاد مصدر الأكتان جامعية قطن مصر آآ هي بتركز على الناحية التجارية لمنظومة القطن ولا الناحية العلمية لمنظومة القطن هي بص بتشمل الحاجتين ليه بقى؟ لان أولا المؤتمر اللي كله أربع سنين دوت بتعمل هو معني بجميع أبحاث القطن والتجارة والصناعة على مستوى العالم المؤتمر ده بتعمل كله أربع سنوان إحنا مصر شرفنا إن إحنا كنا مسكين رؤساء هذه الدورة آآ الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن نجم كان رئيس الاتحاد العالمي اللي بحيث القطن وما زال ده بالانتخاب المباشر بالترشيه من ضمن مؤتر العلماء طبعا من ضمن مجموعة العلماء وده يعني عالم وأستاذ من مؤتر بحيث القطن عندنا تمام هي المصر قسم بحيث الغازل آآ فهو رئيس الاتحاد العالمي وواقع الاختارة على مصر إن هي تكون هي اللي تصديف هذا المؤتمر وتم عمله في الفترة في الأسبوع الماضي ده الدورة دي الدورة الحالية آآ في الدورة دي تم عمله في الأسبوع الماضي على مدى خمس أيام واختتم باليوم العالمي للأطن أو يوم الأطن العالمي اللي هو سبع أكتوب آآ المؤتمر دوت كان من المفترض إن هو يتعمل من سنتين إن آخر المؤتمر يتعمل 2016 في برازين مفروض 20 كان يتعمل في مصر ولكن كوفيد تسعتاشر أو كورونا آآ بدرنا نأجل المؤتمر دوت وهجل سنتين تمام فهتعمل السنة دي الحمد لله تمام آآ المؤتمر ده كان بيشمل فيه أكتر من مية وتمانين باحث وعالم من أكبر العلماء اللي هم موجودين في العالم مهتمين بالأطن تمام من أكتر من خمسة واربعين دولة بيشاركوا فيه آآ بالإضافة ايه ايه واجه مشاهد؟ لو بنتكلم على الناحية العلمية قبل ما نخش فيه آآ بيهتموا بجميع الأبحاث الجديدة اللي هي خاصة بالتسميد النانو تكلولوجي بالتكلولوجيا الحديثة في الغزل والنطيف بيبقى في أبحاث بتستعرف فيها اوكي اختار ردنا أكتر من تمانين بحث في هذا الموضوع من جميع أنحاء العلم طبعا من آآ طبعا من أكبر دول العلم اللي همهتمة بالأطن آآ تم عمل هذا هو مين يا دكتور مصر؟ يعني حتى لأن دوليا يعني مين أكبر دولة أو مين أكبر خمس دول مصدرة ومصنعة للقطن؟ آآ طبعا عندك بيبقى فيه أمريكا يا لها الصين يا لها الهند ثم باكستان ثم بعض الدول الأسيوية آآ ده بالنسبة للأكتر من كلها بالنسبة بالعالم آآ ده للأكتر من اللي هي بنقول عليها الأكتر من كثيرة آآ بالنسبة للأكتر من الطويلة أو فائقة الطول آآ احنا بنيجي في الترتيب التالت على طول تالت أوكي بنيجي في ترتيب برضو الولايات المتحدة لما أعتقد لها الولايات المتحدة عشان بتخش بأصناف بيما وآآ امريكا والصين برضا نفس الحكاية بتخش بأصناف بس ولكن هما بيخشوا من يمة الانتاج كم الانتاج بتاعهم عندهم كميات عليهم إنما إحنا نمر واحد في الكوالات بتاعنا القطن المصري فاق طول وطويل الطيلة ده إحنا متميزين به فيه على مستوى العالم ولو إن الانتاجية بتاعتنا نعمل هي حنخش فيها إنما المؤتمر معني بكل زراعات القطن بكل أنواعه وكل أشكاله وعادة ده يبقى الدول الأكثر يعني انتاجا للقطن طبعا هي اللي بتشارك فيه هي اللي بتقوم على تنظيمه والحمد لله يعني أثبت نجاحه وعمل شغل كويس واصلا تم الاتفاق اصلا كمان عشان يعني هو تم الاتفاق على مصر لإيه لأنه لقوا فيها يعني عايزين نقول السياسات والإجراءات اللي كانت بتتبع في مصر في الفترات الأخيرة في النهوض بمحصول القطن في الخامس سنوات السابقة قدت إلى اختيار مصري عشان مهلة للموضوع دوت عندنا بنية تحتها كويسة للقطن عندنا ماتيريال كويس عندنا إجراءات بنتبعها إجراءات جديدة ده توافق مع المعايير الدولية للإنتاج قطن نظيف خالي من الملوسات خالي من المبداية الكلام ده كله في حاجات كتير وده اللي هنخش فيه اللي هو في المنظمات اللي هي أو التعاون الدولي اللي احنا بنعمله مع المنظمات الدولية والجهات المعنية هل المؤتمر بيخرج بعدد من التوصيات ولا أهم أنه يخرج بشراكات في مجال زواع التوصيات هو أكيد بيمن شراكات ما بين الدول المختلفة بيتعرفوا على بعديهم بيبتدوا يعملوا بروتوكولات احنا الحمد لله احنا كنا وقعنا على بروتوكول ما بدأت تعاون مع دولة بنجلاديش في هذا السياق في اليوم قبل الأخير المؤتمر تم التوقيع بين مصر وفي معهد بحوص الوطن عندنا بالشركة أساسا مع معهد بحوص الوطن ومعهد بحوص اللي هو معني بالوطن دولة بنجلاديش من قبلها كنا مجهزين للاتفاقية مع المنظمة الأرومتوسطية للتعاون الدولي والتبادل مع الدول المختلفة المؤتمر الحمد لله كان نجح تمام الحمد لله وقدى الغرض منه بشكل ناة أو بآخر وليه عواقب طبعا في المستقبل هيكون فيه شراكات احنا خلال خمس سنوات الماضية دكتور مصطفى احنا لأنه الحقيقة مصر كداولة طبعا كنا معروفين جدا بالعقود الماضية ويمكن في الستنيات شهد طفرة كبيرة جدا لأنه كان سلعة كان القطن عملة نعم بنشتري بيها بضائع بدل العملة السعبة احنا كنا بنبدلها بالسلح بالسلح كان فيه سلح وكان فيه خشب يعني في الستنيات بالذات كان القطن بيعتبر نوع من نوع السلع يعني في القول انما اندثرت صناعة القطن والمساح المزروع منه شيئا فشيئا إلى أن وصلنا للألفين وعشرة مثلا كان ايه الوضع ايه الفرق بين ألفين وعشرة وألفين اتنين وعشر خلينا نعمل يثبت سريع كده على بعض المراحل يريك اسقاط على بعض المراحل احنا طبعا كنا وصلنا في فترة من الفترة ذا ما حضرتك قلت في الخمسينات والستينان ان احنا كنا بنزرع بنوصل لحوالي مليون وتسعمية الف فدان كنا بنزرعهم على مستوى الجمهورية كنا بننتج اكتر من اتناشر مليون انطار قطن سنويا ودي اللي احنا كنا كانت الورقة السياسية بتاعتنا اللي احنا كنا بنشتغل بها كنا بنبدلها بالسلاح ايام عبد الناصر وكان بممور رئيسي للسد العالي زي ما احنا هارفين ده كان القطن المصري فتح بيوك كتير جدا وكان يمثل اكتر من تسعين في المئة من الاقتصاد المصري في هذا الوقت سنة 1994 وكان على اتفاقية التجارة الحرة زي ما انت حضرتك هارف ان احنا كان عندنا تسويق تعاوني قبل كده الدولة هي اللي كانت بتقوم بكل الحاجات دي لما جنا في اتفاقية التجارة الحرة خلاص الدولة شلت ايديها وانشئة بعد كده بقانونين اتحاد مصدر الاقتران لجنة تجارة القطن بالداخل دخل تجار دخل منظمين دخل بعد كده الجلابين دخل الدوليب الاهلية حصل فيه تدهور في القطن التضار وفي الاسعار ما بين وجه يابلي ووجه بحري والقطن الجيد والقطن السيء بدأ يحصل تداخل بدأ يحصل فيه خلط في الاصناف بدأت المساحات تقول ليه بقى لان الخلط في الاصناف دوت ونتيجة التدهور ونتيجة الممارسات السيئة وكلة الركعة الزراعية ومنفسة المحاصيل الاخرى منفسة المحاصيل الاساسية النجدية الاخرى زي الامح وخلافه بدأت تنفس على القطن دخول محاصيل الفاكهة وهكذا. طب. اه بدأ القطن بتقلم مساحة بتاعته. لدرجة ان احنا لما كنا بنودي الطلبيات برا الرسائل اللي هي بتسافر برا عشان تروح. كانت بتترفض ليه? لان القطن خليط. انا عايز موصفات معينة. انا عايز قطنه ابيض. انا فيه قطن ابيض وفيه قطن كريمي. وخلافه وشوائب وملاوسات وهكذا. فعلا. ما وصل للدرجات يعني. وصلنا الى ان وصلنا الى الفين وخمستاشر كانت من اسوأ مراحل اللي احنا مرنا فيها. كان مساحة عندنا مية واحد وثلاثين الف فدان. كانت مزرون. من مليون وشوية. يعني يعني طيب على الان يعني البذور الاصلية للاقطان سواء كان فائقة الطول او الطويل اللي كان بيزرع في مصر دي موجودة ومحفوظة. موجودة ومحفوظة من اول ما ابتدى القطن يظهر في مصر. عندنا المجموعة النباتية في معهد بحوص القطني تحتفظ بجميع البذور اللي من ساعة ما ربنا خالى القطن في مصر حتى هذه اللحظة بنحتفظ بها وبنعمل لها عملية اكسار وتجديد سانويا. اوكي. والجين بنك. والجين بنك وده محفوظة. موضوع لخبطة البذور والكلام اللي احنا بنقول عليه ده. ده مش موضوع. ده ما اصرش على. هو اللي هو بيطلع من عندنا بيور. بعد كده بيحصل خلط. ده الممارسات بقى السيئة. في الممارسات في السوق وكده. طيب من الفين وخمستاشر بقى. ايه اللي حصل? بدأنا بقى طبعا قبل هذه الفترة لما كانت مسحابة الدولة بدأت انتبه لهذا الموضوع تحديدا من الفين ويحداشر مجلس الوزراء عمل لجنة الجماعة ملف القطن كله. مم. بدأت تحط ايديها على نقاط الضعف. بدأت تحط خطة استراتيجية للنهود بمحصول القطن في التلات محاول. في محور الزراعة ومحور التجارة ومحور الصناعة. اوكي. وهكذا عملنا الخطة القومية للنهود بمحصول القطن في جميع هذه المراحل. تمام. كل هيئة مختصة بالجزء معين. الوزارة بتاعة الزراعة مختصة بجزء اللي هو بتاع الاصناف. وهي تنبط معاملات وهكذا. وده من خلال مركز الانتاجية. خلال مركز البحث الزراعية والجهات المعاونة والمشاركة معاين. تمام. اه محور التسويق لجنة التجارة القطن بالداخل. ووزارة القطاع الاعمال هي اللي مسؤولة عن هذا. عشان المصانع والتسويق والتجارة وهكذا. تمام. ويتعمل طبعا خطة التسوية اللي هي التسويق القطن بالمنظومة الجديدة. وده ابتدناها من الفين وخمستاشر واسبت نجاحه. اه. اه. لحد هذه. المنظومة الجديدة. دي اين بدأت اصلا. هي بدأت اصلا. يعني احنا زي ما قلت لحضراتك كده احنا كنا التسويق تعوني قبل اربعة وتسعين. بعد اربعة وتسعين بقى تسويق حر. التسويق الحر دو وتقدل مجود مشاكل. ادى الانحيار اللي سألت. فبدأنا في حطينا اللي جان في اللي حطينا ما تقول لك ان الدولة هي اللي بتقوم بتسويق المحاصيل الاستراتيجية. اوكا. زي الامح والرز والقصب والبنجر ومن ضمها محصول القط. اوكا. عشان هي اللي تقدر تساوه ونحافظ على التقاوير بتاعته. اوكا. من التداول التجاري. يعني حصل تشريعي لحماية. اوكا. نعم. نعم وفيه. تلاحظ ان القانون الزراع اصلا لما انشئ او ما انشئ في الخمسينات. كان انشئ كله ايم كان ايم على القطنة اصلا. لتنظيم القطنة وزراعاته وتجارته ووووو. لما بدأ طي بالدولة دلوقتي التسويق حرور احنا عايزين رجع النظام فقال لك لأ سنينا القانون وحطينا دين على تقاوي الاكسار. ليه? لان هي ديت الاساس بتاعي اللي انا هبتدي اطلع منه وابني. لان طول ما انا مدي تقاوي جيدة في السوق مع الركابة الجيدة على الممارسات السلبية ونقل التجار الغير شرعيين للتقاوي من من منطقة لمنطقة او بيزرع في مناطق مخالفة للصنف اللي هو موجود له. طبع الخريطة الصنفية عندي بعمل مصادرة عليه وبالغيها من التعاقدات. ليه في مناطق ينفع تزرع فيها اصناف ومناطق ما ينفعش تزرع. طبعا لان الخريطة الصنفية اللي بيطلحها معهد بحوص الوطن. الخريطة الصنفية اللي بيطلحها معهد بحوص الوطن بتيجي بناء على اساس ايه? ان احنا عندنا قسم اسمه التقييم الاكليمي موجود عندنا وقسم التربية. بنعمل بنزرع كل الجين وطيب الجديد اللي احنا بنطلعه. بنزرعه في جميع المناطق المختلفة من الجمهورية. ونعمل تقييم له. عشان نشوف الصنف ده يجود هنا ولا لأ? هو ممكن يجود يديك انتاجية عالية. بس الجودة بتاعته مش كويس. عشان كده مثلا بتلاقي الصنف جيزة خمسة واربعين. بنزرعه في منطقة كفر ساعد في دوميان. مم. ما يزرعش برا. لو الزرع برا يجيب انتاجي. بس مش نفس الكوالتي. الكوالتي اللي هو مشهور به. اللي هو اجود وانعم اللي ابتحني على مستوى العالم. وايه هدر لو تمت زراعة قطن بشكل كبير? هل هيكون فيه هدر ولا يمكن استغلال كل جزء فيه ال 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 هو شيء طبيعي ان انا لما بطلع اي صنف جديد عندنا في مجال بحوص الوط. اه قسم بحوص المعملات الزراعية وبالشراكة مع الاقسام الاخرى بيطلعوا كتالوج للصنف ده. كتالوج اللي هو ايه? المواصفات انت هتتعامل مع هزا الصنف ازاي? هتسمده بكمية سمد قد ايه? هتزرعه مع هاد الامثل بتاعه امتى? هترويه قد ايه? مكافحة الافات واخلافه. الكسافة النباتية اللي بتزرع على حسب نوع الارض وطبيعتها واخلافه. بيبقى فيه كتالوج للحاجات دي كلها بيتعامل. كوزا. كل ما كان المزارع بيتبع التوصيات بتاعة وزارة الزراعة وينطبعها بحيرفية والتزامية. بيدي له انتاجية عليه. وده اللي بيباني ان احنا بيلاقي بعض المزارعين. ام جنب بعضيهم. واحد بيعمل التوصيات وبينحفزها. وبيجيب انتاجية الحمد لله الاصناف اللي عندنا كلها بيجيب انتاجية فوق التمانية انتار والعشر انتار والخمستاشر انتار. انا كنت في الفيوم الفترة اللي فاتت اه وكان عندنا جاني في جيزة اربعة جيزة خمسة وتسعين. اه مش عايز اقول لك بعض المزارعين وصلوا الخمستاشر واربعتاشر انتار. من جيزة خمسة وتسعين اكطان ابلي. اه. مع ان اكطان ابلي زي ما بيقولوا ايه. لأ الانتاجية ضعيفة الكوالاتي لأ. كانوا بينجحوا. اللي جنبه. ليه? معليش سوريا يعني. فلح بالبلد كده فلح خايب. ما بينفس التعليمان. بيتكسر في بعض الاحجان. فطبعا ما بيطلعش انتاجية كويسة. بس ما بيقلش عن ستة نطير. بس ده للاصناف اللي هي موجودة عندنا طاقة عالية جدا. عالي. لان اصناف تتميز بالانتاجية العالية. مه. والجودة كمان. بس طب سؤال يا دكتور مصطفى. هل كل الاصناف اللي موجودة وبتزرع عندنا حاليا. مه. كلها اصناف طويلة التيلة ولا بدأنا نزرع قصير التيلة لان ده على ما اعتقد انه اكثر احنا في اكثر حاجة الى اقتان قصيرة التيلة لان دي معظم الملابس بتتعمل منها. نعم. السؤال ده يعني اللي جاب عليه ان احنا. عفوا. الاصناف المصرية بتاعتنا كلها. مه. الاصناف اللي موجودة عندنا اصناف تنترك تحت الكسمين. كسم طويلة تيلة وكسم فقاك التول. اوك. دولارة اللي هما بيتعدوا اللي اتنين وتلاتين ملي. تمام. ما بنقلش عن هذي الجزء. اوك. اما الاصناف الكثيرة فبتكون اقل من ستة وعشرين ملي. اوك. دبعا ده له استخدام وده له استخدام. احنا عندنا بننتج في مصر الاقتان الطويلة والفقاك التول. وده اللي هي بنحتاجها في التصدير برا وتصنيع منسجات الفاخرة. ما هي الخطة بتاعت الدولة كانت عشان ايه? ان انا. انتج اصناف جيدة عندي. في محور الزراعة. ام. وسوقها بطريقة جويسة. ام. واصنحها في مصر. وصدرها. بدن ما اصدرها مادة خم. اصدرها كيمة مضافة. اعمل لها كيمة مضافة. اعمل لها كيمة مضافة. فبتوصل لربا مية في المية. وده اللي الدولة ماشية فيه. احنا هنوصل ان شاء الله ان شاء الله في خلال سنتين تلاتة من هزا الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه. ام. كل الانتاج اللي عندنا. ام. غالبا غالبا هيتم تصنيع اكتر من سبعين في المية خمسة وسبعين في المية منه داخل. داخل البلاد. عندك المصانع الجديدة. على المصانع جديدة. طب الحلج احنا كان عندنا دايما مشكلة في الحلجة. هل الحكومة عالجت? طبعا مع الخطة الدولة رصدت واحد وعشرين مليار جنيه. عشان تطوير مصانع الغذل والنسيج والحليج. تمام. وده تم تطويره. احنا كان عندنا خمسة وعشرين محلج من اقدم المحلج على مستوى العالم. بس كانوا يد مقاوي. تم تطويرهم. تم تطويرهم وتقلصهم الى تسع محلج فقط. تم تطويرها واشهرهم محلج الفيوم. المطوّج. وبدأ في العمل. وشغال بقاله سنتين. المحلج ده انا عايز اقولك من ساعة ما انشق ورفع كيمة الطلب على البطن من مصري بالنسبة تلاتين في المية. اللي هي تفرق لما. المحلج القديم عندنا كانت محلج متهلكة. صحيح. بنسبة الهادري فيها عالية. صحيح. نسبة التلوّس. عالية. اللي هو كان موجود فيه كان عالي. في الحاجات اللي احنا اللي انا كنت بكلمك اللي هي ممارسات الديدة للمزارع. لان بعض المزارعين لما كانوا بيجنوا كانوا بيجنوا في في شكاير بلاستيك. اوك. بخياطوا بالبلاستيك والحاجات دي. اوك. 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 الخيش نفسه اللي كان موجود كان بيكتب عليه بالكتران. اوك. الكتران دول كل الحاجات دي بتعمل تلوّس في القطن اوك. طبعا هناك برا في اوروبا والدول العالم بيهتموا بالقطن اللي هو طالع من البيئة الطبيعية النظيفة. نظيفة. نها طبعا نهاية. اوك. اوك. وعلى الرغم من ذلك بس. على الرغم من ذلك. مصر مؤهلة. وهم شافوا ان مصر مؤهلة لهذا الموضوع ان هي بتطبق جميع التوصيات الخاصة بالحفاظ على البيئة وانتاج قطن نظيف مستدامة. وبالتالي يتعاملوا الشراكات مع انا في هذا الموضوع. كويس اوك. مع منظمة اليونيدو والاتحاد الارو متوسطي. والمنظمة العمال الدولية في هذا. خلو استقبل واضح ان احنا بدأنا نمشي. فالدنيا ماشي. ماشي كويس. الحال جديد. احنا مساحات اللي موجودة عندنا احنا. الحمد لله انا كنت لسه ايه لك. احنا في الفين وخمساشر كنا ما ومية واحد وتلاتين الف فدان. هذا العام وصلنا لتلتمية اربعة وتلاتين الف فدان. ودي حاجة كويسة. طبعا. نتيجة زيادة الاسعار وخلافه. اللي عايز اقوله كمان واضيفه ان ان شاء الله مساحاتها زديد هنوصل يعني المستهدف ان احنا في عشرين خمسة وعشرين نوصل ستمائة الف اشرين تلاتين نوصل سبعمائة وخمسين الف فدانيو ان شاء الله. وكل ده اتزامن مع المدن الصناعية وخلافه عشان اقدر اغذي الصناعات بتاعه. وده الهدف منه التزامن. وده اللي هيحصل منه. الحاجة اللي انا ممكن احب اختم بيها. طبعا. ان انا عايز اقولك ان احنا في الاربع سنوات او الخمس سنوات اللي فاتوا. كل المحللين وكل شواهد بتقول اللي ما تم تطويره والحفاظ عليه وتم عمله في منظومة القطن تحديدا. يفوق ما تم عمله في متين سنة من تاريخ القطن المطري. ان في مدن ناسجية بتتعامل عندك ده منهور شبين الكوم برج العرب اه محلة طبعا ان شاء الله هيفتتح اكبر مطنع في المحلة. اه في العالم كله. هيفتتح ان شاء الله. او في يناير ان شاء الله. ان شاء الله. في يناير باذن الله. يعني احنا كويسين. فيما تعلم من القطن. طبعا واحدة واحدة الدنيا بتمشي مش هندوس على ضرار. طبعا. كل حاجة هتطلع مرة واحدة. برسي يا دكتور مصطفى. معلش عطرنا حضرتك النهاردة. ولكن يعني صديقي المشاهد طبعا يعني استادنا الاستاد دكتور مصطفى عمارة اكلم بمنتهى الوضوح والشفافية حول انظمة القطن في مصر. اول اتكلمنا على اهمات القطن نفسه. كسلع عالمية اه 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 يعني بيقتات عليها عدد كبير جدا من اه سكان اه هذا الكوكب. ولكن واضح انه مصر بدأت مؤخرا خلال خمس سنوات الماضية تمشي في الاتجاه السليم حسب كلام استادنا الاستاد دكتور مصطفى عمارة من حيث اه سوان كان زراعة القطن او كل المراحل التي تأتي بعد زراعة القطن. نشكرة شكرا جزيلا للغاية استادنا الاستاد دكتور مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن. نشكرك صديق المشاهد وان شاء الله نشوفك في حلقة جديدة من الاقتصاد والناس.